بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري هذه الصلاة في آخرها مكتوبة عن الله عز وجل يقول لا يرفع من صلاها رأسه من السجود إلا وقد قضيت حاجته بنص العبارة هذه الصلاة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام من كانت لديه حاجة ملحة إلى الله عز وجل ويريد قضاءها فليصلي ركعتين في كل ركعة سورة الحمد مرة وآية الكرسي مرة ركعتين فقط سورة الحمد مرة آية الكرسي مرة وعند إكمال الصلاة فليضع منديلا قطعة قماش نظيفة على رقبته ويرفع يديه ويقرأ سورة ياسين وهو واقف وعندما يصل إلى قوله تعالى كن فيكون نهاية السورة المباركة فليسجد ويقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ويطلب حاجته فيقول الله عز وجل لا يرفع رأسه من السجود إلا وقد قضيت حاجته بإذن الله تعالى واحتفظ بهذه قطعة القماش أو هذا المنديل لأنه قد أصبح مباركاً يمكنك أن تمسح به في بعض الأحيان أماكن العلة في جسدك أو تمسح به وجهك عن الكسل أو في مسألة الخمول أو الصداع إلى غير ذلك فثق بالله وتوكل على الله فمن وثق بالله رؤاه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور وما خاب من تمسك بأهل البيت وأمن من لجأ إليهم برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر